زمان من خمسة وعشرين سنة اشتريت المسدس ده وحطيته في خزنتي وانت هيجي الوقت تحتاجه فيه وبعدين بدأت ألعب الفشي اللي معايا كان قليل لكن مع زادت المخاطرة زاد اللعب وزاد الخوف والشك والشك زيد أجري أجيب المسدس وخليه معايا في أي مكان محسيش بالأمان يا ترى يا رولا ايه اللي يخلي راجل يحطه مسدس تحت مخدته وهو نايم جنب امرأته وحاببته تككز زيادة خانا ايه اللي جاب محاب هنا محطش جه هنا ما تجدبيش مره واحدة كان ملاحقني والله وطرد عشان كده دي هنا مش كده محاب عايز ايه مني بالزبط أول ما رجع بدأي لحقني وقصصا لمعرف ان احنا متكوزين وقال لي انت بلغت عانو عايز ان تقيم منك عايز ان تقيم مني بيكي طيب بسمك من دلوقتي من هقولهول التنفيذيه بالحرف الواحد وللقى صلاً عظم هرمي كفارة البحر حيني للزبط وقال تفهم انا مش عارف هتجيب فلوس تاني انا هقولك ازاي تجيبي فلوس من غير ما تطلوه من اهلك ولا جنيه ازاي؟ ده اللي هتجيب بنا فلوس مش فهم ده في ار بس برايفل حقا كده اليت يعني مش اي حد بيستخدمها والممبرشيب غالي جداً يعني في كاشات انا اخد الكاشات وانت خدي فيديوهاتك وكل واحد روح لحاله بس عارفك لو عايز تفضلي وتكملي انا ما عنديش مشكلة انت تجننت يا روحي مش انت اللي قلتي اشتعرفت اتفاعي تقوم تصورني وانا معاك والناس تقوم تتفرج ناس ايه بس ما الناس بتتفرج من زمان مال انت فاكرا ما انت اكشافتنا ازاي انت عارف اخر مرة كنا فيها مع بعض فيه كام حد بعتلي انه عايش فيك تاني ده انت بقيت نجمة يعني المية الف دول تعمليهم كده يا حيوان بقولك يا احترم نفسك عايزة ترفضي ده حقك ومن حق برضو ان نبعت الفيديوهات اللي باباكي وخليه تفرج عليها وببلاش اهدي كده ورويه عشان انت بشكلك حلو في الفرح الفرح يخلص وكلهم يناموا واحنا نبدأ صهرتنا